سلام عليكم خير سمعت كنت عايز تذكرا أليتة معلومة جاهز حضرتك مش عارفها فأنا بعرفه انت بتتكلم عن ميه هو انت اشغال ايه هنا اسأل عليها اي حد بره روح سينما سيتي ستارز اسأل هيقولك قليطة برضو انا مش حاك دب عليك انت بقين عليك مجنون صحش اعيب يعني معيب يا فندم اعيب والله اهبل هي قليطة بتجيب الكلام ده منين انت بتقول ايه نسب الله مفيش مشكلة هي اسمها قليطة ايوة الف لام ت الف تبقى ايه قليطة هي اسمها قليطة منامي حضرتك بريتش ولا امريكان اليتا باتل انجل اليتا باتل انجل اليتا باتل انجل اليتا باتل انجل هو فيلم من اخراج روبرت رودريجز الراجل اللي اخرج سين سيتي ومشاتي وغريند هاوس بالتعاون مع جيمس كاميران طبعا غني عن التعريف ولكن بما ان جيمس كاميران مشغول في اخراج اربع اجزاء من افاتار متوقع نزولهم في الكام سنة اللي جايين دول فكرر يبقى بروديوسر ويشارك في كتابة السكريبت وده يعتبر حاجه نادرة لان جيمس كاميران من المخرجين اللي بقى بيكتبوش سكريبت الا لو هو اللي يخرجه زي كوينتين ترنتينو كده الفيلم ده مكتبس من مانجا قبل طبعا ما يبقى آنمي فيا ريت بس اخواتنا اللي بيناموا ببجامع عليها دراجون بول زي وبيتغطوا بملاية عليها وان بونش مان يعني يخفوا عليها شوية انا مليش في المانجا ولا في الانمي فواحدة واحدة يا جماعة في المانجا المفروض ان اسمها باتل اينجل اليتا جيمس كاميران قال لك لا اي اليتا باتل اينجل ليه يسطى كده بس يسطى كوة كده كده انا كل افلامي بتبتدي يا بايه يا بتيه ايه عندك تايتانيك ترمينيتر ترو لايز وايه عندك ايليين افتار ابس فالراجل مش عايز يبوز الباترن يا جماعة ربنا يباريك له يعني المهم القصة باختصار ان في المستقبل البعيد سنة 2563 العالم شكله تغير تماما بعد حرب مدمرة من 200 او 300 سنة ودلوقتي عندنا مدينتين مدينة بتطفو في السماء كده عايش فيها الناس الاغنية اللي من الطبقة الراقية اسمها زالم ديها زيل قطمية هايتس عندنا ومدينة تانية تحت اسمها ايرن سيتي وده بقى فيها الناس الغلابة يضغوا عليها اللون السمني المرمن دنيا امطربة كده والحقيقة مش عارف ليه عملوها فيجول افاكتس وحوارات ما كانوا صورات مدينة ناصر عادي الناس تحت بتشتغل في المصانع اللي بتزود زالم باحتياجاتها وبنقابل دكتور دايسن ايدو الدكتور المتخصص في علاج الاطراف الالية للصايبورج كلمة صايبورج دي بتتقال على الشخص اللي نصه انسان آلي ونصه انسان عيلي اثناء ما كان بيدور على اطراف في خرابة الخردوات دي بياخد باله من أليتا بياخدها وبيكشف عليها وبيكتشف انها مش زي اي صايبورج هو شافه في حياته وفعلا بيعالجها وبيرجعها للحياة تاني بياخدها عامرة كده وش دوك وبيفوقها وبعدها أليتا بتصحى وهي ما عندهاش اي خلفية عن هي مين ولا عارفة اي حاجة عن ماضيها وهنا بنبتدي رحلتنا الرحلة اللي انا حبيتها اكتر من ما كنت متخيل قاليتا يا جماعة معجزة التطور اللي احنا وصلنا له في السي جي اي خيالي 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 مش طبيعي اصلا شكلها لوحده بيسحلك واتشايفها مش حقيقية بس هي حقيقية الموشن كابشر اللي معمول في جسمها حقيقي جدا ووشيها برضو بيزاول حس مساعات هو ده سي جي اي ولا ده ايه ولا ده بجد ولا هو سي جي اي مع البجد ولا دي يعني هما تحسن هما مركبين عينيها الكبيرة دي على وش واحدة عادية جدا الديتيلز اللي موجودة في الديحكة بتاعتها وفي عينيها وهي بتغمض وهي بتتكلم وديتيلز دي تخوف احنا ازاي وصلنا للليفل ده بجد حاجة مبهرة جدا فيلم كله مبهر جدا الكونسبت ارت بتاع الفيلم انا ما شفتوش بس متخيل انه عظيم من تصمير المدينة اللي فوق والمدينة اللي تحت لشكل السايدوركز اللي بتقابلهم بجد ديزاينز اسطورية ولما بفتكر ان فيلم اكس ماكينة خد اوسكار باست فيجول ايفاكتس بقول لي نفسي طب ما هو ده عمل نفس اللي اكس ماكينة عمله وضربه في مية او في الف ومش شخصية واحدة زي اكس ماكينة لا كتير عد بقى بتعرفت عد لحد كامل كتير ومعقدين اكتر كمان واحد زي زابان ظهروا لوحده لوحة فنية تفاصيل كتير اوي في شكله وعظيمة الفيلم من وجهة نظري يستحق جايزة باست فيجول ايفاكتس بجدارة صعب اوي يبقى فيه حاجة في نفس الليفل ده طبعا الجودة دي سرها في جيمس كاميرون الراجل اللي اصبح بايونير ورائد في الموشن كابشر وانا قبل ما اعرف ان جيمس كاميرون ليه ايت في الفيلم قلت لا ما هو يعني الكلام ده مش طبيعي وطلع جيمس كاميرون فعلا تعرفوا من شغله ربنا يبارك له رب الفيلم فعلا عنده كل المكومات انه يكون كويس فعلا راجع كده عندك اليتا اليتا هنريك جوتن ميرك كاركتر بموتيفيشن واصراع واضح شخصية قوية جدا وعندنا دكتر دايسن اللي بيعتبارها زي بنته فعندك ثيم القب والبنت ده معالجته هيلة وعندك كمان الاكشن سينز الاكشن سينز من افضل الاكشن سينز اللي انا شفتها في لايف اكشن موفي من فترة مدروسة ومعمولة حلوة قوي وطبعا الجرافيكس والسي جي اي مخلينها اجمل واجمل ومجد لما بتشوف اليتا وهي في فايت انت جسمك بيقاشعر وطبعا طبعا ما ينفعش ننسى الموتربول ايه الموتربول؟ الموتربول هي رياضة بيلعبها السايبرجز دول وهي عبارة عن مزيج من الرجبي وسبقات العربيات بتاعت ماسكر بس بتلاقي بالبتناجر فهي حاجة غريبة كده بس انا بحبها وسيحل واحد وطبعا السايبرجز بيبادلوا بعض مشهد الموتربول في الفيلم كان من افضل مشهد الفيلم وكانش عندي اي مشكلة انهم يطويلوا فيه اكتر جيمز ما تعمل لنا فيلم كده كله موتربول مصدقني هنحبك قوي كعادة معظم الافلام مش كل حاجة بتبقى مثالية يعني زي ما كريستوف والتس عامل دور دايسن كويس جدا فيه شخصيات تانية اعتقد اي حد كممكن يعملها عادي زي مثلا شخصيات شيرين اللي بتقوم بدورها جانفر كونلي مش وحشة ومش حلوة يعني هي عاملة اللي عليها بس ومهارشلا علي او مهارشلا بيتقال مهارشلا وسمى نفسه المهراشة مهارشلا علي عادي جدا مش اوسكار ويننج اكتر يعني جزء من ده بصراحة انه اليتا ستينز دا شو اليتا هنريك جوتنبرغ وفيه بقى شخصيات تانية او شخصية واحدة بالتحديد كان عندي مشكلة معاها وهي شخصية هيوغو مش عارف بصراحة المشكلة في الممثل نفسه ولا في دور الشخصية دي واهميتها في القصة بس هو في حاجة مش مظبوطة الرومانسية اللي مع اليتا مش مملوعة فورست شوية يعني هو المفروض ان اهمية شخصية هيوغو تكون بنفس اهمية شخصية ستيف تريفر اللي في واندر اومن هو اللي بيعرفها على العالم وبيعودها عليه بس مثلا ستيف تريفر كان شخصية افضل بكتير ومعقدة اكتر هيوغو تحسه هاي سكول سويت هارت شوية كده بس كل دي مش مشاكل كبيرة خالص مشكلتي الرئيسية اللي مش قادر اتغاضع عنها هي في الثرد اكت او في الثلث الاخير من الفيلم القصة نفسها ماشية من الاول تمام اوي ومع الوقت بتبقى شايقة اكتر وممتعة اكتر وعمالي يبني ويهيق لنهاية اسطورية ملحمية من المستوى الرابع وبعد كده الدنيا بازت نزل على مفيش ايه ده ايه ده فيه ايه ده ده الوقت سرق نباين اه لا ما قاليتها لازم تعمل كده ولازم تعمل كده ولازم تعمل كده ايه ده حاجة النهاية دي بس ضحيت بيها كل الحماس والبلد اوب ده مش بيباي اوف الاخر ايوه فين الخلاصة فين الكونكلوجين فين النهاية اللي وعدتوني بيها والسبب في ده ان صنع الفيلم كانوا عايزين يبنوا سيكويل او جزء تاني وممكن جزء تالته رابع فخله الاندينج مش مرضية للناس اللي كانت متعشمة تشوف نهاية حلوة للفيلم ده وده للاسف محبط جدا لانه لولا القرار ده الفيلم كان ممكن يكون في حتة تانية خالص الخلاصة ان فيلم قليتا هنريك جوتنبرج فيلم ممتع جدا 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 وانا حبيته اتبسطت فيه قوي طفرة اعجازية في عالم الجرافيكس والموشن كابشور وحيسس ان الفيلم ده مظلوم اعلاميا جدا الاكشن سينز في الفيلم مختلفة ومتنوعة ومتعوب فيها بس للاسف فيه مشكلة صعبة التغاضي عنها في الثرد اكت زي ما قولت خلت الفيلم ما ينتهيش على النقطة اللي انا كنت مستنيه يخلص عليها وتاني ده مش معناه ان الفيلم وحش خالص معناه ان كان عنده بوتانشيل انه ممكن يكون احسن من كده بكتير عشان كده هقول على قليتا باتل انجل فيلم ممتع وتجربة كويسة الا تك وهديله تمانية من عشر الفيلم يستاهل بصراحة روحو يا جماعة تطبستو ان شاء الله يعني الفيلم يستحق ان الناس تتكلم عنه اكتر من كده وهديله ريتنج تاني روحو في السينما ونفعو صحابه اثباكم الله وجزاكم الله كل خير طيب شفتوا الفيلم ايه رأيكم فيه يا ترى ايه الانامي اللي نفسوكو تشوفوه على الميك سكريم قولولي رأيكم في الكومنتز ولو اعجبتك الحلقة اعملت ثلاث حاجات شير لايك سبسكرايب بص بص عن ريفيوز القديمة واشوفكم في حلقة جديدة وريفيو جديد مع السلامة امشي والله اعطي 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 اشي اشتركوا في القناة